اهلا بكم مشاهدين الافضل للفقرة الرياضية من برنابج صباح اليوز على قناة الجزائر الدولية بداية حل المنتخب الجزائري لكرة القدم الأربعاء بمدينة بواكي الإفوارية تحسبا لمشاركته في كأس أمم إفريقيا 2023 التي تنطلق السبت وحضية عناصر الخضر باستقبال رسمي وشعبي حال قبل التوجه إلى مقر إقامة بفندق السلام بالمدينة التي ستحتضن مبارية المجموعة الرابعة بعد أربعين سنة خلت عاد طائرة المنتخب الجزائري لتحط من جديد على مطار بواكي بيكو ديفوارا تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023 ليكون الخضر أول من وصل من منتخبات المجموعات الرابعة بهذه الابتسامة العريضة قابل القائد رياض محرز السلطات المحلية وكذا السفير الجزائري الذي كان في استقبال البحثة وكأن رياض يقول للجماهير العاشقة هناك لا تقلقوا نحن في أتمي الاستعداد وكما جرت العادة كانت ترحيب إفريقيا خالصا من قبل مختلف الفرق التقليدية في المدينة وسط حضور قوي للمشجعين المحليين الراغبين في رؤية محرز ورفقائه عن قربه رغم هذه الأجواء الحرة ويعود المنتخب الجزائري إلى هذه المدينة وهذا الملعب بعد أربعين سنة أين سيلعب مباراة الدور الأول لكأس أمم إفريقيا في ملعب السلام مثل ما كان الحال في كانية أربعة وثمانين تسعمائة وألف ملعب السلام والذي كان مصرحا لمواجهات رفقاء ماجر وبلومي أنذاك حيث واجهوا فيه كلا من مالاوية وغانا ثم نيجيريا ليقصى المحاربون أمام الكاميرون في نصف نهائي المنافسة بعد التعادل والاحتكامية إلى ضربات الترجيحة إذن ورغم صعوبة المأمورية يسعى أشبال بالماضي إلى التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخهما والعودة من جديد إلى منصة التتويج القرية ولحديث مشاهدين الأفاضل عن التربص الذي أجراه المنتخب الجزائري بالطوق وأيضا عن وصوله إلى أبواكي لمواصلة الاستعدادات للمباراة الأولى أمام أنقل وأيضا للدخول في غمار كان الفين وثلاثة وعشرين أسعد باستضافة المدرب الجزائري ومدير أكاديمية فياريال موريال محمد لكحل صباح الخير أهلا بك صباح الخير عيسام وشكرا على الاستضافة شكرا على تواجدك معنا محمد لكحل بداية المنتخب الجزائري أنهى تحذيراته بالطوق من خلال مبارتين وديتان ووصل منتصف الأربعاء إلى أبواكي لمواصلة استعداداته وتحذيراته للدخول في غمار كأس أمم أفريقيا وأيضا تحسبا للمباراة الأولى أمام أنقل بالأمس المنتخب الجزائري أجر حصة تدريبية مغلقة استرجاعية نتحدث عن وصول المنتخب الجزائري إلى أبواكي وبعدها نعود للتربص الذي أجراه إلى الطوق أفضل الطوق أفضل المنتخب الجزائري كان دار تحذيرات الشابة ودح دارة كونكليونت كي يقولوا نجحة فوز على مباراتين نبارح كان دار حصة تكتيكية هي كي تكون مغلقات تكون حصة تكتيكية ولمدرب المنتخب الجزائري ممنع الناس باش يدخلوا ويشوفوا وهذي في باش ما يخليش الناس تشوفوا وتقرأ اللعب دياله حصة كانت مفيدة للمنتخب الجزائري هي سوكتو على المقابلة الأولى ذكرهم والفوا شوية والفوا الأجواء والفوا الألتيتود والحرارة والرطوبة والفوها وعشر أيام من بعد يكونوا ديجا داخلين في الأجواء المقابلة وهذا هو الهدف من التنقل إلى الطوغو عشرة أيام قبل التنقل إلى كوديفور لتعود اللاعبين والتأقل مع الأجواء المناخية والحرارة الشديدة والدخول بمجرد الوصول إلى الطوغو المنتخب الجزائري دخل مبكرا في غبار المنافسة الإفريقية وأيضا خرج من هذا التربص الذي يعد تربصا ناجحا باعتبار النقاط التي سجلها المدر في هذا التربص الأهداف التي سجلها من دون إصابات أكيد واستطع أن يسترجع بعض الأسماء في صورة بغداد بنجاح الذي سجل في المباراة الثانية وأيضا إسلام سليماني الذي سجل في المباراة الأولى أمام الطوغو وأيضا أمام بورندي رياض محرس قائد الخضر السجل وبالتالي اللاعبين تحرروا قبل الدخول رسميا في غمار كان 2023 هو حاجة أكيدة المقابلة الأولى والثانية كانوا مقابلة دهنيين مفيدة للمتخب الجزائري وعندوا اللاعبين اللاعبين اللي عندوا يقدر يبدل كل خطة المدرب بالماضي عندوا الراي دياله وعارف وش رح يعمل باللاعبين اللي عندوا عمورة وعندوا بنجاح في الأمام عندوا محرز يقدر يخلق مشاكل المنافسين كيفش يكون كوتش التحذير للمنافسة بسفة عامة؟ نعرف أنه هناك تحذير عام وهناك تحذير خاص الآن نتحدث عن بداية أو عن انطلاق العرس الإفريقي والوجهة الأولى للمنتخب الجزائري أمام أونبولا كيف يتم التحذير لهذه المباراة الأولى خاصة من الناحية النفسية وأيضا البدنية البدنية هي كانت تجاه مديورة من قبل البدنية ليس في المشكلة في المتخب الجزائري هي تدريب 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 البارح قبل البارح واليامات التي تدريب 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 وستراتيجي المنتخب الجزائري يجب أن ينجح بالفوز المقابلة الأولى ويجب أن يأخذ الوسط الميدان الوسط الميدان الوسط الميدان الذي كان تغلب على الوسط الميدان لا يوجد مشكلة ويجب أن يكون التنظيم على مستوى الخطوط الثلاث وخط النجوم الذي سيترجم العمل نعم يجب أن يكون أيضا التنظيم على مستوى الخطوط الثلاث خط الدفاع خط الوسط وحتى خط النجوم الذي سيترجم العمل الذي يقوم به المتوسط الميدان أو خط الوسط وخط الدفاع إلى أهداف والضغط على المنافس ومحاولة إيجاد ثغرات لتسجيل أهداف وقبل قليل كنت تتحدث عن الإنسجام داخل المجموعة هذا التربص يسمح للوافدين الجدد ولللائبين الذين استدعاهم جمل بالماضي من أجل الإنسجام داخل المجموعة وبالتالي يمكن توظيفهم وإشراكهم في المباراة القادمة محمد لك هل خطة المدربين أصبحت كتاب مفتوح الكل يعرف خطة المدربين أربعة ثلاثة ثلاثة أو خطة أربعة أربعة ثنين أو يغير كل مدرب حسب نوع المباراة كيف يتم التعامل مع كل مباراة أو ما هي العوامل التي تصنع الفارغ في المباراة وكيف يتم وضع سيناريوهات كل مباراة قابل كل مباراة فيها تحليل وفيها سيناريوهات 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 الخطة التي يلعب بها المدرب من الفريق الوطني الجزائري هي خطة تاو هو ما هي التفاونتاج التي يلعب بها بصح لا ينسى لديه منافس يقدر يبدأ الخطة والخطة ليست الخطة التي تضعها في الورقة هي التي تكون الخطة اللاعبين هم الذين يعملوا الخطة إذا كانوا اللاعبين يعرفوا المكان وين يلعبوا فيه يعرفوا وين يوليوا هي المشكلة في المباراة هذا كأس إفريقيا هي إذا حلنا اللعب يكون مشكلة ويجعل تحرق المشكلة لا يمكن أن نقوم بقيت هو انتشار لكن لا يمكن ان نقوم بقيت المقابلة وهذا كانت مشكلة لأن أن نقوم اللاعبين يكون صحيح جهد بدلي كل الخطة لديها الأفضل و تحرق كل خطة تعمل خمسة ثلاثة ثلاثة عندها 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 تعكم ثلاثة خمسة ثلاثة عندها عندها هي المدرب وشي شوف واللعبين وشي عملوه سي لتلا سي لغمونيزاسون دي جوارز أحيانا المدرب يضطر إلى التغيير أثناء المباراة لأن المنافس ربما يفرض عليك التغيير في أسلوب وفي طريقة وفي نمط اللعب وفي بعض الأحيان حتى في أسلوب اللعب في أسلوب اللعب وفي الرزولتات إذا كان الرزولتات 1-0 وخسر ورابح الخطة تتبدل تكون رابح 2-0 الخطة تتبدل كل حاجة عندها الافونتاج إلى الكنفينيون صحيح محمد لكحل ونحن على أبواب انطلاق العرس الإفريقي والدخول في غمار كان 2023 يتطلب جهد بدني يتطلب نفس طويل بالنسبة أيضا للعبين كيف يتم تقسيم الجهد لعدم الدخول وإدخال اللعبين في الإجهاد البدني وطبعا إراحة اللعبين من خلال توظيف كل العناصر وحسب البرنامج الذي سيلعب بها كل منطقة هي المشكلة كأس إفريقيا المقابلات عندك تيومين 3-4 أيام وتلعب الناخب الوطني عنده تبديلات عنده لعبين عنده البدائل يعني في تكة البدائل عنده بدائل عنده قروب ما يخافش يبدل بنجاح بسليماني وما يخافش سليماني بمجاح ولا محرز بالناس عنده الخيارات وعمل المنافسة هذه بين اللعبين وهذه هي اللي نجحت المجموعة المشكلة الجزائر لا يوجد مشكلة في اللعب الجزائر تلعب كورا عندنا لعبين يلعبوا الكورا وعندنا مدرب وعندنا كفاءة وعندنا كل شيء لا نخافوش نحن دفعان نخاف من سوربريز سوربريز يقدروا يدروا الإنسان المقابل الأولى مثل الفريق الوطني يربحها يدين المجودية لبشيربحها والمقابل الثانية كل ما يدخل يدخل فرصه بشيربح صحيح صمد نابخيسو صحيح محمد لك حل في كأس أمم إفريقيا خاصة أو عادة يكون التخوف أو هاجس الإصابات يؤرق المدربين وحتى اللاعبين الذين طبعا يفضلون المشاركة في الكان وحتى هي فرصة أيضا هذه المسابقة لبروز اللاعبين وحتى المدربين هي فرصة أيضا في كأس أمم إفريقيا لبروز المدربة في القارة الإفريقية كيف يعمل الطاقم الفني والطاقم الطبي على تجنيب اللاعبين للإصابات من جهة لمواصلة البطولة أو من جهة المحافظة على مشوارهم يعني كلاعبين ينشطونها في كبرى الدوريات من جهة المحافظة على المدربة في القارة الإفريقية من جهة المدربة في القارة الإفريقية من جهة المدربة في القارة الإفريقية سوف نعملو تدريب بداني وكي نعملو تدريب بداني هذا سيبور يفتح ليبني سورتانيك كاي شي حاجات على نفو الانفرسامات هذا هو مكامل يعملو يساعدو اللاعب باش ما يخدش إصابات في المقابلة كيف تتوقع تكون مستوى مسابقة أو بطولة كأس أمم إفريقيا 2013 كيف تتوقع يكون المستوى العام بوجود منتخبات كبيرة لديها باع و لديها تاريخ كبير ووجود أيضا منتخبات تسعى لكتابة التاريخ الفريق الوطني الجزائري منتخب كبير صحيح الناس يخافوا من الفريق الوطني الجزائري مش الجزائر معوضة المقابلات مع إفريقيا الفريق الوطني الجزائري عنده لعبين باش يعمل منافسة كبيرة ويعمل ديريزيلطان صحيح سينظر إليه بثوب البطل وواحد من كبار القرى الإفريقية وأكيد سيحسب له ألف حساب لأن بالماضي واحد من كبار المدربين أيضا وكان من أحسن اللاعبين في القرى لفيقيه 2019 الفريق أو المنتخب الجزائري مدجج بأبرز النجوم يتقدمهم رياض محرز أدم والناس نتحدث عن بغداد بونجاح نتحدث عن إسلام سليماني عن النجم الصاعد أيضا عمورة الذي بات يتألق وبات حديث مختلف وسائل الإعلام العالمية أسماء كبيرة في قائمة وفي المنتخب الجزائري ولهذا السبب ننظر إليه على أنه واحد أو معادلة صعبة في كأس من أفريقيا أكيد أنا أنا خايف الإسلام سليماني بدأ يعمل كأس إفريقيا كبيرة نعم عنده رغمه عنده الموتفاصن راهو 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 وشيس سير إن شاء الله يدرنا كأس إفريقيا بسكو عنده الحرارة وعنده القلب وإن شاء الله عمورة يبان باش يروحي إلعافي كش فريق كبير نعم وعندنا قويري قويري لا أمين قويري طبعا غادر المؤسس صحيح بدعي الإصابة لم يسعفوا الحظ ليشارك مع المتخب الجزالي وهناك أسماء كبيرة مثل الرامي بالسبعيني حتى يوسف عطال زروقي ثاني أيضا موهبة صاعدة لذلك قلت قبل قليل بأن المتخب الجزالي يملك عناصر شابة واعدة استدعاها جمال بالماضي للإندماج في المجموعة ويملك أيضا ركائز أساسية ونجوم كبار طبعا يشاركونا مع المتخب لهذا المتخب الجزائري أصبح منتخبا قويا المدرب الجزائري محمد لكهل ومدير أكاديمية فياريال موريال كنت معنا في هذه الفقرة الرياضية شكرا 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 على الإصداد شكرا في باقي أخبارنا حلت بحثة المنتخب اللغاني بالمطار الدولي فيليكس بواني تحسبا للمشاركة في كاسيوماما إفريقيا وضمت بحثة منتخب البلاك ستارز أب برز الأسبوع على غيران الأخوين جوردين وأندري آيو بالإضافة إلى مهاجم نادي أتليديك بيل باي إناكي وليامز هذا ويلعب المتخب الغالي في المجموعة الثانية رفقة كل من مصر جزر الرأس الأخضر ومزنبيق نحن هنا وسنقدم كل ما لدينا للشعب الغاني سنقدم وجها مشرفا للقارة الإفريقية من جانبنا سنحاول الذهاب إلى أبعاد دور ممكن في هذه الدورة الجزائر تووجت بيلكان عام 2019 ودائما تقدم أداء جيدا وهي من بين المرشحين للفوز بالبطولة التي تعد معقدة وتلعب على تفاصيل صغيرة والأحسن هو من يفوز الغانيون يعلمون جيدا أننا هنا من أجل تقديم كل ما لدينا وسنحاول تشريف قميص المنتخب من جهة أو من جهة أخرى حل المنتخب النجيري الأربعابي كوديفوال للمشاركة في العرس الإفريقي وحظي منتخب النصور الخضر باستقبال رسمي لدى حلوله بالمطار البعثة النجيرية ظمت أبرز الأسماء الناشطة في كوبرا الدوريات الأوروبية يتقدمهم هدف نادي نابولي وأحسن لاعب إفريقي فيكتور أوسيمين يذكر أن المنتخب الليجيري وقع في المجموعة الأولى رفقة البلد المضيف كوديفوار إضافة إلى منتخب غينيا بيسا وغينيا الاستوائية ترجمة نانسي قنقر تمكن ريال مادريد من الفوز على الجار أتليتيكو مادريد بخمسة أهداف لثلاثة بعد التمديد في المباراة التي جمعتهم السهرة الأربعاء باستال الأول بارك بالريال ونجح الميرنجي في هزي شباك أتليتيكو بخمسة أهداف كاملة بينما تلقت شباكه ثلاثة أهداف في مباراة مثيرة وقوية أخفت أسرارها إلى غاية الشوطين الإضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإجابي بثلاثة أهداف في كل شبكة ويلاقي ريال مادريد في النهائي الفائز من مباراة برشلونة وأصصونة التي تلعب سهرة اليوم باستال الأول بارك بالسعودية كانت مباراة قوية الفريقان لعبا بشكل جيد وقدم عروضا كروية جميلة أعتقد أننا فزنا بالمباراة لأننا امتلكنا طاقة أكبر في النهاية أي مدرب يشعر بثقة كبيرة عندما يرى كل لاعبيه يلعبون بتركيز كبير وبدافع قوي هذا شيء عظيم وهذه الطريقة الوحيدة للفوز بمثل هذه المباريات من المؤسف بالنسبة لنا أنهم أدركوا تعادل في الدقائق الأخيرة لكنهم يستحقون الفوز لأنهم قدموا أداء رائعا بلغنا المرحلة الإضافية التي كانت صعبة بالنسبة لنا وعجزنا فيها عن مجارتهم لم يهيئوا عددا أكبر من الأهداف لكنهم قدموا أداء أفضل وهم يستحقون الفوز اختبوا الفقرة الرياضية شكرا على المتابعة